ركزت الدورة التدريبية لبناء مهارات التواصل بين فرق العمل والتي جمعت العناصر الأساسية لصناعة الخبر التلفزيوني على الأسس التكاملية لصناعة خبر أعلامي بجودة وتقنية تجمع بين المضمون والإبداع خطوة أرادت منها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى استفادة المراسل والمصور وفني المنتاج من التجارب والخبرات الحديثة في إنتاج التقارير الإخبارية بصورة متكاملة هدف هذه المكاتب هو أن تكون أرض السلطنة من أقصاها لأقصاها مغطاة إذاعيا وتلفزيونيا من خلال إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان وعندما أكون مغطاة فهو أعني بها هنا مغطاة البيئة العمانية من حيث إنسانها ومن حيث مكانها هذه الدورة هي بداية لأنه نحن نعتقد أنه كل فترة زمنية حوالي 3 إلى 6 أشهر يجب يصير فيه نوع من اللقاء التدريبي هذا اللقاء هو كل فريق العمل بتعرف على بعضه وبيصقف الرؤية الفنية اللي عنده من حيث الصورة من حيث المنتاج من حيث المراسل وهي كيف نخلق فريق عمل متكامل برنامج حافل وعلى مدار يومين تتضمنه فعاليات الدورة والذي سينعكس إيجابا على المشاركين الذين هم بدورهم تقع عليهم مسؤولية تقديم نمط وقالب خبري ملبيا لحاجات المشاهدين على اختلاف فئاتهم هذه الدورة أتت مهمة لأفراد هذا الطاقم لكي ينتج تقرير التقرير الممتاز لا بد من تكاتب بين أطرف العمل من منتاج ومصور ومراسل مهارات التواصل بين فرق عمل الانتاج الإعلامي خطوة جادة لبناء قدرات متكاملة مع العناصر الأساسية لبناء الخبر الإعلامي في ظل توجه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتفعيل مكاتبها في المحافظات ومع تنوع ثراء مفردات البيئة العمانية عبدالله بن عامر الويهي من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون محافظة مسقط